السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها تدعية مسيرة حركة النهضة يوم الأحد التصريحات والمغلطات الاعتداءات اللي صارت في هذه المسيرة ردود الفعل اللي صارت عليها في البداية فضلا وليس أمرا كان انت اول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تدفع للجرس بش تصلكم الفيديوهات القاتبة خلينا نحكي شوي على المسيرة شفنا الكيران اللي هزت العبيد شفنا بعض العبيد كيف يشتعلع في الكيران مروحين شفنا ردود الفعل لكن اقبل خليني نبدأ بتصريحات بعض القيادات في حركة النهضة على غرار صهر رجل الغنوشي رفيقة عبد السلام اللي أكد انه يعني المسيرة هذية كانت ضخمة للغاية والناس اللي ظهروا عددهم تقريبا وليشيركوا في المسيرة الكل عددهم مئة ألف شخص مئة ألف شخص خرجوا نهار لحد بيش يعني ندوا بقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد في شرع الحبيب بورجيبة في تونس العاصمة وقال رفيقة عبد السلام في تدوينها بطها شكرا لكم يا أحرار مئة ألف في شرع الحبيب بورجيبة لأول مرة في تاريخ تونس تصريح كما هكت تقول مئة ألف لألف لاثنين لثمانية ألف لعشر ألف لعشرين ألف حتى يوصلوا لمئة ألف على حد تعبير رفيقة عبد السلام في نفس السيق نوردين البحيري اللي قال رغم الحصار لأنه عشرات الألف تجمعوا في شرع الثورة يقصد شرع الحبيب بورجيبة هذه تدوينها بطها القيدي في حركة المهضة نوردين البحيري اللي قال رغم الحصار يعني يقصد على القوات الأمنية اللي تهنوا بها بايقة المسيرة غلقة مداخل العاصمة أمام الحافلات والسيارات والقطارات والعنف ضد المتظاهرين ليزي المتظاهرين اعتدوا على فريق صحفي للترفزة الوطنية ليزي أنه تم القبض على أحد العناصر المتهم أو اللي حاول أنه يطعن عاون آمن ويعتدي عليه اللي هو يقول البحيري أنه يعني اعتدوا على المتظاهرين وتم تعنيفهم على حد تعبير يقول عشرات الألف ما حددش بالضبط ولكن قال عشرات الألف أو كيقرب شوية الرافقة عبد السلام اللي قال مئة ألف عشرات الألف من الشياطين بين ظفرين لأنه قيس سعيد قال اللي تم رجم الشياطين يوم الأحد الماضي قال عشرات الألف من الشياطين دما ولحما تجمعوا في شرع الثورة ومثلها خارجه يعني فم عدة تظاهرات في بعض المناطق الأخرى ولكن الرقم هذا رقم فيه مغالطة كبيرة لأنه مصادر أمنية أكدت في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنبي أنه العدد متاع المحتجين ما فاتش ثلاثة وخمسمية هذية لحداش متاع صباح لحداش متاع صباح تثاليف وخمسمية فيه شرع محمد الخامس جون جوراس وشرع لحبيب بورقيبا يعني فيه ثلاثة أشوارة ما فاتوش تقريبا ثلاثة وخمسمية بمعنى لحداش متاع صباح هما انسحبوا في حدود ماضي ساعتين من المستحيل أنه يصير مئة ألف معنى من المستحيل مهما بشيزيد الرقم هذية طبعا المسيرة أو التمركز الكبير صار أمام المسرح البلدي في العاصمة رفع عدة شعارات مندى بالإجراءات الاستثنائية اللي قررها رئيس الجمهورية قيس سعيد نلقى أيضا القيدي في حركة النهضة عبدالتيفل مكي اللي ندد بتضهيق شديد على المسيرة على حد تعبيره وقال لماذا لم يتم التعامل مع البقية بنفس الطريقة وبنفس المنويل طبعا هذا على المسيرة اللي صارت لحد اللي فات علش ما ضيقوش عليها يقول وعليش ضيقوا على مسيرة لحد متاع البارح لأنه هذي كاتبة حركة النهضة نلقى أيضا بعض المواقف الأخرى كما الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي يقول أنه من سحل صحفي بقناة القناة الوطنية هما اللي سحلوا لطفنا جذفي تطوين وما تحركت لهمش حتى شعره بالعكس واللي يحتفلوا بسحل متاعه وذكر بحدثة مركز الكرديسة في مصر لما اقتحم الأخوان جي المركز طلب الضابط وهو يلفظ أنفسه الماء فقدمت له إمرأة إخوانية ماء الفرق وساقته إياه على حد تعبيره وقال ويجيك واحد يقول لك جمعة سلميين ضد الانقلاب استنوا تجيكم الأوامر وتشوفوا المدنية والديمقراطية على أصولها على حد تعبيره عدة ردود فعل في الحقيقة يعني منوئة لهذه المسيرة والداعمة لرئيس الجمهورية شفنا برشا حتى كومنتاريت على فيديو تؤكد دعمه لرئيس الجمهورية فما نستعبر على رأيه إذا كان عبد يعبر على رأيه بكل سلمية احنا في دولة متاع ديمقراطية نحترم الرأي والرأي المخالف هذا الكل فما إرادة شعبية وفما الأغلبية شنو أتقول ذاك هو اللي يمشي لإرادة شعبية نلقاوا سبر الأراء مثل بنسب كبيرة ياسر 70% 80% 90% هم مقايدين قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وفرحا بها سواء بحل برلمان أو بتعيين رئيسا للحكومة أو إلى غير ذلك ولكن القلة حتى كان يظهروا توصل للاعتداءات وتوصل لتعنيف الصحفيين ويضربوا فيهم بالتبابس وبالأحجر وهزوهم الاسبتار وبيان التنديد وما إلى ذلك عليه هو ماش يخدم في خدمته بشي وصل صوتك أنتي بشي وصل المسيرة يخدم في تلفزة عمومية يعني من حق الناس إنها تتبع شنو اللي يساير وشنو الأحداث اللي صارت مثلا في تونس العاصمة وفي الحقيقة معنى هذي لقى تنديد واسع من عدة منظمات نقابة الصحفيين جامعة الأعلام إلى آخره اتحاد الشغل إلى آخرين نلقى أيضا سمير ديلو اللي تم طرده من كلية الحقوق مؤخرا وتم رفع شعار ديجاج في وجهه يعتبر اللي صار البارح لحد هو فضيحة في شوارع تونس العاصمة تضييقات على معارضي قيس سعيد قال سمير ديلو اللي هو استقال مؤخرا من حركة النهضة بسبب رجد الغنوشي اللي فم تضييقات على مسيرة المعارضة اللي خرجت النهار لحد الناس المعارضين لرئيس الجمهورية قيس سعيد واللي رفضين للانقلاب وأكد ديلو أنه فضيحة صارت في شوارع تونس العاصمة تتمثل في طرد المتظاهرين يعني من شارع محمد الخامس وإجبارهم على التواجد في المسرح البلدي أو أمام مقر المسرح البلدي مع محاصرة بالحواجز المعدة منذ ليلة قبل معناها حذروا لهم الحواجز وحطوهم في المسرح البلدي بيش يحسروهم في مكان واحد مكان ضيق نلقعوا أيضا وإنه يعني عدة أطراف إما أنها تدعم هذه المسيرة شفنا عبدالتي في المكي سامير ديلو رفيق عبدالسلام نوردين البحيري يمين الزغليمي جوهر بن مبارك لحبيب عجيلة عدة أطراف ولكن في المقابل هناك شق مهم جدا يدعم رئيس الجمهورية وهذا ما يؤكد أنه الرئيس اللي يتحامى بالشارع والنسب الكبير متاع التأييد يعني هذا واضح في الموقف متاعه وهو موقف داعم إلى الرئيس يخليه في موقع قوة بالنسبة لراشد الغنوشي اللي هو في إظمح ليل متواصل ترجمة نانسي قنقر